شاء رئيس البلاد أن يختار صحيفة المستقبل ليرد على من يعتبرون أنه لا يمثل المسيحيين والمقصود هنا النائب ميشيل عون الذي كان أعلن أن ميشيل سليمان لا كتلة نيابية له وبالتالي فهو لا يمثل المسيحيين ولا يحق له باتخاذ القرارات الحاسمة في الحكومة الرئيس سليمان ومن دون أن يدخل في الأسماء أعلن صراحة أن أحدا لا يمكنه التطاول على رئاسة الجمهورية ومن يتطاول عليها يتأذى قبل سواه لأن رئاسة الجمهورية مثل الصخرة التي تتكسر عليها الأمواج سليمان وردا على اتهامه بأنه يأخذ طرفا ويشكل ما يشبه الجبهة مع رئيس الحكومة أكد للمستقبل أن الحكومة ليست من طرف واحد وهذا الأمر ظهر جليا في مواضيع وملفات عدة طرحت مشيرا إلى أنه صحيح أنها لا تجمع كل الأطراف لكن يمكن تسميتها بأن حكومة ضم قوى الثامن من أذار ومستقلين وفي تعليق غير مباشر على رفض وزير العمل للتوقيع على مرسوم بدل النقل ومخالفة قرارات الحكومة قال سليمان الوزراء كافة ملزمون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وإذا لم ينفذ عليه أن يمتلك حجة مقنعة وأنف الأفضل أن يستقيل وعلى الناس أن يحاسبوا القيمين على شؤونهم العامة وفي سؤال عن موقفه اتجاه ما يجري في سوريا جدد الرئيس موقفه المؤيد للديمقراطية وتدور السلطة في سوريا وفي أي بلد قريب لأن في ذلك فرصة أساسية للبنان ليمارس ديمقراطيته بشكل صحيح خصوصا عندما تصبح الأنظمة المحيطة به تشبهه سليمان دعا اللبنانيين إلى تجاوز هاجس الخوف على الأقليات وقال أنا أفتخر بأنني انتخبت رئيسا من قبل 97% من المجلس النيابي أما من يعتبرون أن لا صفة تمثيلية له فرد سليمان إما حين انتخبوني كذبوا على الناس وأخلوا بوكالتهم أو أنهم كانوا صادقين وفي هذه الحال هذا يعني أنني أمثل المسيحيين وإذا أخلوا فمعنى ذلك أنهم لهم يمثلون ولا حتى أنا